هل يجوز أن نخرجها إن شاء الله قيمة بالمال وهذا دائما كل عام يبقى هل يجوز لي أن نخرجه قيمة أقول لك سنقر خرج إلا قلت لكم بإلا قلت لكم تخرجهم طعام هذا لا يتلأم مع سمحة الشريعة سنندير الحاجة لتسهل علينا كما سهل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم همتم ولذلك حينما ذهب معاذ إلى اليمن قبل منهم ما هو ميسر مش احتطعم قبل منهم الأثواب كان أغلبهم تجار في الثوب ولذلك هذه المسألة لك كل عام يبقوا ونقشوا هل يجوز أن نخرجها نقدا يا أخوي هذه المسألة نس سالات منها ولذلك يجوز أن نخرجها نقدا وهذا هو الأليق بشريعتنا سماحة ويسرا ولأنها هي المتوفرة وثالثا لأنها هي التي يحتاجها إن شاء الله الفقير لأنني رأيت بعض الدول عند الناس حينما التزموا بفتوى علمائهم أن لا يخرجوها إلا قوتا صاروا يعطون القوت فيضطر الفقير لكي يبيعه بأقل الثمن من أجل أن يستفيد بالفلوة شحال واحد يدير 15 درهم وواحد يدير 12 درهم علاش علاش لماذا علاش لأن كي يأكل مثال كي يأكل واسمه دقيقين تعال كوميرس زوج كيلو ورطل تعال كوميرس وشحال إلا درتوا مثلا إلا درتوا مثلا ثمانين دروا للكيلو شحال غديجي ثمانية وثمانية ستين ورطلوا شحال الربعين هي ميتين دروا يعشرة درهم يعني كي اللي غديجي من عشرات درهم حتى العشرين درهم ولذلكم كيعطيكم المتوسط كي يقولك مثلا المتوسط إنتاع الزكاة في المغرب هي 18 درهم أولا عشرين درهم فاللي عنده إن شاء الله تبارك وتعالى إن بغي إن شاء الله تبارك وتعالى أن يخرج بإذن الله هذا القدر إذا سمحتو إذن يخرجها نقدا عشرين درهم أو على حساب ما كيقولكم من بجلس العلمين انتاعكم انتاع كل جهة لأنه هو الذي يعرفه الواقع المعيشي الغالب على تلك المنطقة بإذن الله إن شاء الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله لمن تعطى إن شاء الله تبارك وتعالى لمن تعطى تعطى للأصناف الثمانية قال تعالى إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل تعطى إن شاء الله تبارك وتعالى غالبا 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 لمن؟ الفقراء والمساكين لأننا نبكي قل أغنوهم في ذلك اليوم الفقراء والمساكين الآن هل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الزكاة تسافر؟ أولا لابد أن نخرجها إن شاء الله من المكان الذي يعني أخذناها قال عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الأصل أن يخرج الإنسان الزكاة الفطري فين؟ في الحي الذي يعيش فيه يعني الغنياء ديال هذا الحي يعطيه الزكاة الفطري للفقراء ديال نفس الحي باش كلش إن شاء الله في يوم العيد يفرحون فلا يمكن أن تسافر منها إلى حي آخر وعندك في حيك أو مدينتك إن شاء الله من يحتاج هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن حينما بإذن الله تعالى ينعدم الفقراء في حيك في مدينتك في بلدك ووجدت مشقة في أن تجد الفقر في بلدك نعم في هذه الحالة ترسلها إن شاء الله تعالى كما يسألني أبناء في الخارج وفي بلاد أوروبا حيث ينعدم الفقراء أو يجدون الصعوبة في وجود الفقراء فنقول لهم في هذه الحالة فقط يمكنك أن ترسل زكاة الفطر إلى فقراء المسلمين في بلدك وفي المغرب الحمد لله في هذه الجائحة ما أكثر الفقراء فهمنا هذا المسألة؟ زيان؟ لا إله إلا الله محمد الرسول الله لمن لا تعطى شكونا ما لمن يعطيه هنا بشي؟ يلاسي لمن لا تعطى الزكاة؟ يواستمعوا لمن لا تعطى الزكاة لمن؟ للأصول ما تعطي الزكاة لباك وجدك دائم كيسكسي واش تعطي الزكاة لباك؟ ولا لما؟ ولا الحنة ولا الجدي؟ أحشوما ولا لا حشوما؟ أحشوما تعطي الزكاة لباك ولا لأمك؟ لا تعطي الزكاة الفطري للأصول شكونا ما الأصول؟ الأصول ديالك اباك جدك أمك حناك لا تعطي للأصول ثاني لا تعطي للفروع ما تعطيش الزكاة لولدك ولد ولدك لحفيد ديالك هذرم ديالك هذو هذو بيناتهم اسمه التكافل مفروض وتعطيه من حر مالك إذا احتاجك الثالث لا تعطي الزكاة الفطري للزوجة هذي كان يخدم عليها صاحبي واش نعطي الزكاة للزوجة؟ بس هالزوجة تعطي الزكاة ولا ما تعطيش للزوجة انتحها؟ نعم الزوجة تعطي الزكاة للزوجة لأنه ليس مفروضا عليها أن تنفق عليه إذا كان الزوج فقيرا كما فعلت زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود الرابع أن لا تعطي الزكاة الفطري للفاسق الذي لا يصلي فإذا أعطيت لفاسق يصلي فليكن عطاؤك زكاة الفطري للفاسق الذي يصلي سببا في دعوته وقل له عليك ألا تحرم نفسك من حقك في الزكاة بطرك الصلاة فالله تعالى قرن بين الصلاة والزكاة في القرآن تقريبا كله نجزك بخير وإذا عنده العائلة دي أنا مكملة وهو ما يصليش رأي أعطيها المرطة إن شاء الله تعالى باش يفهم باقي الله يخستوي والله يصلي إذا لا تعطي للفاسق ثانيا خامسا لا تعطي للسفيه كي يصلي ولكن سفيه ما معنى سفيه؟ كتعطي له يمشي يشري دخوان يمشي يشري هشمة يمشي يشربها واسمه واسمه شيشة يمشي يمشي يدير العب بها القمر لا تعطيه للفقير الذي يصلي ولكن سفيه قال تعالى ولا توت السفام ولكم التي جعل الله لكم قياما إله هو سفيع طلمرط إلا تصليه اللي تصرف على ولداتها الله يجزيك بخير لا تعطى أيضا لمن للقوي المكتسب هو صحيح ذو مرة وما يبغيش يخدم إما إلا كان صحيح ودور على الخدمة وما صابش هذا لا يشمله المنع لأنه وحل عدد بتاع الناس كاي يمشي وبصحتهم الموقف يدوروا على الخدمة وما كانش خاصة في هذا الزمان هذا يعطى وخا قوي لكن شكو هو القوي الغير المكتسب هو اللي عنده صحته وعنده الخدمة ويتكاسل فلا نعينه أبدا وإنما ينبغي أن نحثه على العمل ونؤدبه بعدم إعطائه الزكاة حتى يشمبر عن ساعات ساعات الجد السادس لماذا تعتبروا؟ السبعة شكون؟ شكون هم؟ اللي كيقولك أنا من آل بيت يا رسول الله أنا من صنسلة أنا من صرفة لأنه بصلاع جسلم كان عنده الحسن وإذا بالحسن يجد تمره ودها الفم وإنبي يجلح حاله بالصباح وقال كخخخخخخ قالوا علاش يا رسول الله قال نحن آل البيت حرم الله علينا الصدقة حرم الله علينا الصدقة ولكنا نحن نفرما أذهال البيت ما بقناش نعرفهم وبكري بكري منه كانوا قلبيت ما يديوا الصدقة كان يديوا الخمس الخمس واعلموا أن ما غانمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول للذين قربة أي ذين قربة أنت عن بصلاس كان لهم حظون في الخمس اليوم ما كانش واليوم اختلط الحابل بالنابل هذا الأمر والله لامي إذن لمن لا تعطى لا تعطى عقل معاه لا تعطى لمن للأصول للفروع للزوجة للفاسق الذي لا يصلي للسفيه الذي لا يحسن استثمار المال للقوي المكتسب المتكاسل لرجل يزعم أنه من آل بيت رسول الله ترجمة نانسي قنقر